اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي الحاجات الغريبة وليه دايماً قدري مع الحاجات الغريبة والعجيبة اغنية حقيقي يعني ما روحتش في حتة غير ولاقيها الناس مش هغالها ده خلاني افكر وافكر يعني كل الناس مش هيرى الاغنية وكل الناس بتغني اغنية اختياراتي مدمرة حياتي يعني كلنا اختياراتنا غلط والنبي ده معقول يعني الناس كلها حاسة ان هي اختياراتها غلط وانا فيها مغناطيس بيجذب الحاجات الغريبة والعجيبة ده احمد سعد اللي بيقول مش انا عشان كده الاغنية دي كانت بذرة الفكرة ان فعلاً ناس كتير جداً وممكن نكون احنا منهم اختياراتنا غريبة اختياراتنا غلط اختياراتنا في الحياة ممكن تدمر حياتنا فعلاً لان كل الحياة بتبني على اختيار يعني انا حياتي كلها ممكن تبني على ان انا اختار صح الراجل اللي انا هتجوزه ما هو لو انا اخترت الراجل صح محترم فاهم يعني ايه مسئولية بيرعيني بيرعي ربنا فيها الحاجات كلها الحلوة اللي احنا دايما بنقول عليها في البرامر لو انا اخترت صح اكيد حياتي بعد كده هتبقى صح وهيحبني ويحتويني ويحترمني ويربي ولاده صح يعني كل حاجة هتبقى صح اختيار صح حياة صح اختيار غلط عذاب بقى عذاب بقى طول الوقت وطول السنين وشكاوي وبوستات ومرار طافح طيب فيه ناس بقى تعالوا بقى نتكلم بقى 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 دي شوال حي فيه ناس طبيعتها ما بتعرفش تختار يعني فيه ناس طبيعتها ما عرفش هل من هو هي صغيرة كان دايما مثلا الام مربياة ام ربياها ان هي دايما هي اللي تختار لها اللبس تختار لها صحابها تختار لها اللعبة حتى الرياضة اللي هي بتلعبها تختار لبنك اللي لا انت هتلعب كورة ممكن يكونش عايز يلعب كورة لا انا شايف ان انت هتلعب كورة فيدخل الولد يلعب كرة غزبا عنه يجي يكبر شوية لا انت هتدخل كل الطب طب انا مش عايز كل الطب لا لا انا عايزك دكتور احيانا الحتة دي بتخلي الشاب ده او البنت دي عنده هزة ما فيش السقة الفضيعة اللي هو يحس انه بيختار بقلب بيختار وهو واثق في اختياراته لان خلاص هو تعود ان في حد بيختار له الاب بيختار الام بتختار دي جزئية انا مش بنقول ان ده السبب في بقى ناس مغناطيس للناس الغلط وعادي جدا ممكن نبقى منهم مغناطيس للناس الغلط يعني تلاقي مثلا ايه بنات تقولك ايه هو انا ليه دايما اختياراتي غريبة كده ليه دايما فيها مغناطيس بتشد الناس العجيبة المريبة برضو علماء النفس كانوا قالوا ان طول ما في حاجة انت رفضها يعني مثلا تلاقي مثلا البنت تجرحت كذا مر وتخانت كذا مر فتيجي في اختياراتها تقولك بس اول ما تقعد معا تقوله انا بحبش راجل خاين اه انا بتواجع قلبي قبل كده فبيقولوا ان الرفض الشيء ان انا رفض حاجة بقوة بتجيلي بقوة طب وبعد ايه طب انا رفضاها فاكيد انا هقوله انا مش هتعامل مع راجل خاني ومدخلش حياتي لأ المفقود ان احنا نسيب نفسنا خالص ريلاكس للحياة بس انا اختار بشكل عارف اللي هو ايه تضحك على نفسك عارفين اللي هو ايه انا اضحك على نفسي لان انا طول ما انا جوايا ان انا مش عايزة اختار الراجل الكداب الراجل الملاوة الراجل خاين دايما اختياراتي بقى اللي بتبقى قدامي هم الصنف ده هو النوع ده ليه لان انا مركزة فيه حطى قدام عيني فطول الوقت اه انت ايه خاين او عكون خاين ايه ده او عكون كدام انا بكره راجل كدام فطول ما انا حطى قدام عيني ده علماء النفس بتقول كده طول ما بيجيلي نفس الاختيارات فيه ناس بقى عندها كيف اللي هو ايه تشوف الحاجة الغريبة وتجري عليها تشوف الحاجة الصعبة المريضة فيه ناس كده مريضة نفسية السايكو النرجيسي التاكسيك لازم يبقى فيه مرض عادي فيه بنات تحب كده وفيه برضو بنات تحب لازم بصوا يعني كانت شوفت مرة بوست كده على الفيسبوك كانت واحدة طالت تقول لك ماهنا اختياراتي عجيب يا إلا أصغر مني يا إلا من ديانة مش ديانتي يا إلا مسجل خطر يا إلا لسه خارج بالسجن يا إلا معرفش إيه يا إلا مامت ورفضاني يا إلا بيدرب مخدرات فهي بتقولها وبتضحك تقول اختياراتي كلها عجيبة ففعلا احنا بقى الحلقة دي هنتكلم فيها عن الاختيارات اللي ممكن تدمر حياتنا لأنها فعلا هي أغنية وحلوة لكن في نفس الوقت لمست ناس كتير قوي الناس كلها بتغنيها بقلب وبحرقة ده معناه إن الاختيارات الغلط كترت كتير جدا ترجمة نانسي قنقر